اشتركوا في القناة هي ورشة ارشادية تحمل الرقم الثلاثة وجه فحواها لاستهداف عدد من مدراء ورؤساء مراكز تقديم الخدمة الحكومية في مختلف مؤسسات البحرين لتعريفهم بنوعية الاليات المعتمدة في تقييم جودة المادة الحكومية التي يقدمونها للمواطنين فضلا عن اهم المعايير وادوات القياس التي حرصت لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية ان تكون كحوافزة تدفع بموظفي المملكة كل حسب موقعه نحو القيام بعمله بالشكل الذي يضمن اظهار الوجه المشرقي لاداء عمل الوزارات والدوائر الحكومية على اختلاف تخصصاتها اللجنة تنسيقية براتة سيد صاحب السمو الملكي ولي العهد اقرت الدليل الاسترشادي ومن خلال هذا الدليل الاسترشادي الذي عرفناه اليوم على ممثلي مراكز الخدمة الحكومية ستقوم فرق ميدانية متخصصة ومدربة على تقييم هذه المراكز ابتداء من 25 فبراير آلية التقييم تتفاوت بين زيارة ميدانية لمراكز الخدمة الحكومية بمعرفة رؤساء المراكز وبين استطلاع رأي لقياس مدارة العملاء على الخدمات التي تقدم من خلال هذه المراكز وبين متسوقين سريين للوقوف والبحث في بعض المعايير المحددة التي يجب ان تتواجد في آلية تقييم هذه المراكز خمسون مركزا حكوميا ومع توقع لان تصل الى عدد اربعة وستين ممن ستشملها المرحلة المبدئية من آلية التقييم التي ستنطلق في الخامس والعشرين من الشهر الجاري ولمدة اسبوعين كاملين للارتقاء بمستوى آدائها وتطوير أساليبها في تلبية حاجات الجمهور المستفيد منها هذه هي الورشة الثالثة التعريفية حيث منسقين مدارة أو رؤساء مراكز تقديم الخدمة الحكومية فيها يتم تعريفهم بأهداف عملية التقييم فترة التقييم المعايير التي من خلالها ستقيم هذه المراكز وخدماتها بالإضافة الى آلية التقييم الميدانية وغيرها من آليات وعي وإدراك شامل بحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم ورغبة كلية بأن يكون ذلك الرقم الأبرز في معادلة التنمية المستدامة للاستفادة من الطرق والسبل المثلى في إدارة المراكز الخارجية والمراكز الخدماتية في وزارات الدولة طبعا هني قاعدين نتعرف في هذه الدورة الورشة التعريفية على الأهداف والنقاط الأساسية اللي لازم نركز عليها من أجل الارتقاء بالخدمات الوصول إلى أفضل الخدمات اللي احنا ممكن نقدمها للعملاء مبادرة جدا جميلة وكننا نتمنىها تكون موجودة من زمان وهذا بتعدل من طريقة التعامل مع العملاء وبالضيف شيء جدا جميل لمملكة البحرين خاصة في الجهات الحكومية وبالضيف جود تنافسي بين الجهات الحكومية ممارسات واستراتيجيات ممنهجة يراد منها الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الحكومية لتصبح أكثر سلاسة ومرونة توجه نحوها إشارات التفوق بثبات الواثق المعني بتقديمها لتلفزيون البحرين محمد رشيدات